اهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا أليكسندر لافرنتييف يقول إن اللجنة الدستورية السورية قد تعقد اجتماعا في شهر آذار المقبل وذلك بعد توقف دام 18 شهرا السفير الإيراني لدى سلطة الأسد ينفي تعرض أي مقر للميليشيات الإيرانية للقصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق أمس الاثنين مركز شرطة كالجبرين بالتعاون مع قسم الأمن الجنائي التابع لمديرية أمن عزاز يلقي القبض على شخصين بجناية السرقة بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن السرقة ويسترد المسروقات ويردها لأصحابها أصولا أصف متبادل واشتباكات بين فصائل الجيش الوطني وقصد بالقرب من قرية أناب بريف مدينة عفرين شمال حلب وفق مراسل حلب لهم تقرير لمركز وصول لحقوق الإنسان يقول إنه وثق 1080 حالة اعتقال تعسفي بحق سوريين معظمها على يد الجيش اللبناني ومخابراته و763 حالة إعادة قصرية من لبنان إلى سوريا وذلك في عام 2023 وفات ثلاثة أطفال سوريين من عائلة واحدة نتيجة تساممهم إثر استنشاقهم وبيضات حشرية كانت العائلة قد رشتها لطرد الحشرات من منزلهم بولاية قونيا وسط تركيا اشتركوا في القناة